حراك عسكري أمريكي كبير في منطقة الشرق الأوسط حاملة طائرات عملاقة وغواصة نووية وأعداد من الطائرات تنتشر من مناطق شرق البحر المتوسط إلى الخليج العربي وبحر عمان مروراً بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب وزارة الدفاع الأمريكية قالت إن هذه الإجراءات تظهر قدرة الولايات المتحدة على إعادة نشر وتمركز قواتها بسرعة في جميع أنحاء العالم مستدركة على لسان المتحدث باسمها بأن واشنطن مستعدة للرد على أي من الحالات الطارئة في الشرق الأوسط إذا لزم الأمر دون أن يتطرق إلى تفاصيل هذه الحالات الطارئة المحتملة صحيفة وولد سريت جورنال في تقرير لها ربطت بين الحراك العسكري الأمريكي الأخير وبينما وصفته بالتحولات الجيوسياسية والمكاسب الروسية والصينية في الشرق الأوسط الأمر الذي بات يعقد من خطط واشنطن في المنطقة ويشجع الميليشيات الموالية لإيران على تجاهل التحذيرات الأمريكية وشن مزيد من الهجمات ضد القوات الأمريكية شرقية سوريا وهو ما حدث مؤخرا وأسفر عن مقتل متعاقد أمريكي ووقوع إصابات فضلا عن أن المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني لم تحقق أي تقدم بل إنها ربما وصلت إلى طريق مسدود ويدعم هذا التوجه ما كشفه موقع The Interest بتاء الأمريكي قبل أسابيع قليلة من أن البنتاجون طور خطة طوارئ تتعلق بالاستعداد لحرب مع إيران وفي سياق تلك الخطة أجرت القوات الأمريكية والإسرائيلية تدريبات مشتركة في كنون الثاني الماضي هي الأكبر على الإطلاق بين الجانبين غير أن كل ذلك يبدو غير كاف بحسب محللين لدفع واشنطن لشن حرب جديدة في المنطقة إذ يرون أن التحركات العسكرية الأمريكية في هذا التوقيت مجرد تأكيد بأنها لن تتخلى عن مصالحها وحلفائها في الشرق الأوسط وأنها لا تنوي الانسحاب نهائيا من المنطقة وعلى الرغم من استبعاد احتمالية الحرب ضد إيران من جانب كثير من المحللين إلا أن الإجراءات العسكرية الأمريكية الأخيرة تفتح الباب أمام احتمالات عديدة في هذا الشأن ترجمة نانسي قنقر